تحياتي انتهت القمة الانجليزية بين مانشستر سيتو وليفربول والقمة زي ما بنعرف من حيث الاداء والقمة زي ما بنعرف ايضا من حيث حسابات صراع اللقم انتهت بالتعادل في مباراة رح اقدم حلقتها اليوم على انها كانت مسلسل من اربع حلقات كل حلقة اللو قصة وكل حلقة فيها تفاصيل رح نعرف ليش استمتعنا بهذا اللقاء رغم انه في تفاصيله معقدة لكنها تعقيد جميل تعالوا ندخل في اللقاء لقاء اليوم بلش وفيه ثلاث مؤثرات قبله اول مؤثر الجولة الدولية لوحدها هي الشيء مزعج لكل مدربين الانديت خاصة المدربين الفرق الكبرى لانه الزخم بنضرب وبعض اللاعبين لما يرجعوا من الجولة الدولية بحتاجوا اسبوع او اسبوعين لعندما يدخلوا ذهنيا 100% مع فريقهم المؤثر الثاني في هذا اللقاء اصابات مانشستر سيتي مانشستر سيتي دخل اللقاء اليوم بعد غياب غريليش ومن قبل دي بروين وكوفازيج فعليا ما عنده ولا ورقة حقيقية عدكة اتفيده هجوميا ولا ورقة يدفع فيها تفرق معاه بالثلث الاخير في الدقائق الاخيرة من اللقاء اما المؤثر الثالث فكان عند ليفربول بيلعب بره ملعبه في ملعب الاتحاد لو نجي نطلع على النظرة كاملة فيه تأثير هون وهون وهون فبشان هيك كان طبيعي انه الفريقين يفكروا او يعتقدوا انه التعادل اصلا نتيجة جيدة للسيتي بيظلوا متقدم على ليفربول بفارق نقطة وبستنى عودة لاعبي لليفربول بتعادل في ملعب صعب وبستنى السيتي في الاياب وباخذوا وقتهم تيتنفسوا شوي للاسبوع الجاي لعندما يرجعوا اللعيب 100% بفورمت مع بعض الجولة الدولية هذا شيء طبيعي ايضا كان شيء طبيعي ثاني انه نشوف بداية اللقاء مانشستر سيتي يندفع بقوة ويحاول يحط حد كبيرة ويتقدم لانه كان عارف مع مرور الوقت اوراق ليفربول اكثر منه اوراق ليفربول الهجومية كان فيها دياز وجاكبه على سبيل المثال في الاحتياط وايضا طبيعي نشوف التركيز على الجهة اليسرى في البداية لانه الاعتقاد انه دوكو بقدر يستهلك لعبة ليفربول شوي بدنيا ممكن يقدر يمر من ارنولد اذا رقيه واحد لا واحد ودوكو تقريبا لعب بقدر يمر من اي حد بده اياه واحد لا واحد لكن ليفربول واجهه بشي ثاني حط كثافة عددية كبيرة على الجهة اليمنى بعض الاحيان كنا نشوف اربع لعيبة ومعنى اربع لعيبة مش انه دوكو لازم ما يراوغهم او يراوغهم معناها حيبطل في مساحة اصلا يركض عليها واي لاعب مهاري ما في مساحة ياخذ الكرة اليها بتصير مهارته في مكانها وفقط وهذا الشي نجح فيه ليفربول فعلا بس الستي عمل تغيير رح نحكيه بعد شوي خلى الجهة اليسرى ترجع تتنشط هجوميا خلال الحلقة الاولى من هذا اللقاء اللي احنا نتكلم عنها حتى الان ليفربول احتاج 15 دقيقة لعندما يعرف يوصل مرمى الستي وهدد وكاد يسجل وقبلها بشوي فودين هدد وكاد يسجل ولو اي من الفارقين سجل في ذلك الوقت المبكر قناعتي انا انه المباراة كانت حتكون اسهل على الطرف المتقدم مبكرا مما شفنا اليوم وفي اول مصف ساعة شفنا رعب كروي حقيقي شفنا عشرين لاعب ولا واحد منهم موقف مكانه لا في حالة الدفاع ولا حالة الهجوم لانه الجميع بيتحرك والكرة بتتحرك بشكل بمثل متعد كرة القدم حتى هلن شفناه بيضغط دفاعيا بشراسة مش مسبوقة وصلاح بيرجع عشان يبني لعب وبتحرك باستمرار نصف ساعة كان فيها جودة لعب ملموسة على الكرة وكان فيها تضحيات كبيرة عشانك هيك كثير ناس من المتابعين الدورة الانجليزي مؤمنين انه لما السيتي يلعب مع ليفربول بيب يلعب مع كلوب والاثنين ظروفهم جيدة هم عم بقدموا اقوى مباراة محلية في الدوريات كلها تعالوا نرجع لقصة دوكو حكينا انه ليفربول واجهوا بالكتافة العددية هون بيب بتنبه انه هيك دوكو عبارة على لاعب بمسك الكرة وبيركوضه بتتاخذ منه بالنهاية او بتطري مرر تمريرة وهو شوي بالتمريرات مش كثير لاعب حكيم فبالتالي بتروح الكرة على الفاضي فهون طلب من برناردو سيلفا يأمن دعم اكبر فشفنا برناردو سيلفا بميل تماما لليسار وبيدخل كثير على اليسار وبيعطيه الكثافة العددية فرجعت الجهة اليسرى تخلق فرص تخلق حركة اكثر واخطر على ليفربول فاضطر ليفربول يتراجع وخلال هذا التراجع كان خطف نتان اكي للكرة وهون كان نهايته هدف لهلند زي ما شفنا لكن ما بين ذلك وقبل ما يسجل هلند هلند يسجل هذا شيء عادي يصار بكرت القدم بنتكلم عن اسرع لاعب بوصل لخمسين هدف بالبريمير ليج اليوم بنتكلم عن لاعب سفاح امام المرمى لا نقاش في ذلك لكن اي مدافعة وفريقه بدي يطلقه مرتد وبيهدي الكرة او بحاول يقطع الكرة تفكيره الطبيعي انه يأمن يعني اما يشتتها عطول براسه او يروح يمررها للاعب من لعبة الستي اللي اعلى مهارة لكن لانه ناثان اكي بيلاعب بفريقه بيدربه بيبك جوارديولا الخيار كان انه يوقف على الكرة ومش بس هيك الخيار كان انه يمر ويهاجب مساحة شافها بين المدافعين لبربول ويراوغ ويمرر فيسجل هلند لحظة بتخليني اقول انه دائما نحن منحكي جوارديولا كتير بيقيد لعبته بالتحركات والحركة لكن يبدو انه هذا التقييد في حرية مطلقة انك تلعب كرة هذا الهدف اعطى السيتي ما اراده تقدم حتى يكون قادر يكمل اللقاء رغم انه ما عنده تبديلات هذا الهدف كان نهاية الحلقة الاولى وبداية الحلقة الثانية سيناريو الحلقة الثانية كان واضح لبربول مطالب يهاجم عشان يتعادل والسيتي مطالب يحافظ على تقدمه في الحلقة الاولى استراتيجية الستي الهجومية نجحت والدفاعية لبربول فشلت لانه اطلقى هدف بب هذا الجزء من المباراة لجأ للاسلوب المعروف عنه بيحاول يظلوا مسيطرة على الكرة اولا وبنفس الوقت بيحاول يخفف الرتم شي استخدمه تقريبا في كل المباريات الكبيرة بعد ما يتقدم وبنفس الوقت هو ما بيحاول يتنازل عن الكرة تماما بيحاول يخلي الاستحواذ في نوع من التبادل لانه عارف الخصم لما يملك الكرة راح يكون جريب لكن اليوم جوارديولا عدل من اسلوب دفاعي صابق خاض ضد بربول انه خلت الضغط العالي يظلوا عالي في الماضي كان يخلي الضغط على الثرث الثاني لكن الان لا خلال الامام اكثر لانه حسبها قالك لو انا سمحت لعبة ليفربول ساعة كاملة يكونوا على مشارف منطقة الجزاء راح يسجلوا فخلى منطقة افتكاك الكرة بالنسبة له الضرث الثاني في الملعب وهذه استراتيجية نجحت تماما فانتهت الحلقة الثانية بنجاح اخر لبيبي جوارديولا بل نهاية الشوط السيتي كان له فرستين خطيرات مرتدة تم التصرف محا باخذ لحظة بشكل متسرع وتزديد خطيرة ليفودي انتهت الحلقة الثانية انتهت الشوط الأول سيتي تقدم بهدف مقابل لا شيء مع بداية الشوط الثاني والحلقة الثالثة سيتي دخل بنفس الاستراتيجية اللي تكلمنا عنها في الحلقة الثانية لكن ليفربول غير شيء مهم ليفربول قرر عبر يورغين كلوب انه اذا انا ظليت مقيد الجهة اليمنى تاعتي لاني خايف من سرعته مهارات دوكو انا فعليا ممكن ما اخلق ولا هجمي في الامام لان الجهة اليسرى لما اعتمدت عليها ما خلقت شيء واضح فبالتالي حرر ارنورد هجوميا وهذا نقل الضغط بشكل اوضح على الجهة اليمنى ارنورد محمد صلاح وايضا شفنا مبادرة فردية اكثر من اللاعبين على الجهة اليمنى سواء صلاح او غيره اي لاعب مملك الكرة على الجهة اليمنى كان يحاول ينطلق بالكرة نحو الصندوق حتى داروان نونز عمل هذا الشيء لما كان يستلمها على اليمين في سيتي كان اكانجي في بدايات الشوت الثاني بطل خفي في هذه اللحظات كان يقرأ تميرات ليفربول كان يقطع في نص الملعب محاولات تغيير اتجاه اللعب فكان ليفربول عم بيغير صح بس مش عم بقدر يخلق الخطورة المطلوبة وخلال هذه الدقائق كان دوكوب يظهر اكثر وبمواجهات لواحد لواحد اخطر بس هذا رهام كان مجبر عليه يورغن كلوب وبالمراهنة يا بتكسب يا بتخسر واليوم كلوب كسب ورح نحكي ليش بعدين هون كان في تبديلات ايضا جرافن بيرش ودياز الاثنين بتميزوا عن اللي نزلوا بدالهم بانهم احسن بمسك الكرة وحملها بالانطلاق فيها وبالتالي واضح كانت استراتيجية كلوب انه بظل تماسك الستي بظل تكتيك المنظم دفاعيا انا محتاج لعيبة ينقلوا الكرة ويخلقلوا الدفاع صحيح هذا الحل استضم بمستوى ممتاز من الافراد في لعبة الستي في المواجهات واحد لواحد وبالتمركز مع بعضهم لكنه قدر يخلق شيء ايجابي رجع اجبر الستي على رفع الرتم رجع خلق قلق للستي ولو ما خلقه طورة واعطى لفاربول من جديد روح المبادرة في الملعب وصلنا الدقيقة سبعين الستي متقدم بهدف وهدف ملغي ايضا زي ما شفنا نتيجة تداخل اكانجي مع لسن وبنفس الوقت الستي مستمر باستراتيجيته وتبديلات كلوب حسنت بس ما عدلت وهون دخلنا الحلقة الرابعة كلوب بدرك تماما انه نقطة ضعف الستي مع الوقت هي عدم وجود لعيبة في الدكة فرح دفع بجاكبو والهدف واضح سرعة اكبر الستي في المقابل عنده بس تبديلين هم اساسا دفاعيين جوارديول وستونز وما رح يلجأ لهم جوارديولا لانه مش مضطر لهم حقيقة الا بس هيكون انه بس والله عملت تبديل مامشستر سيتي حاول يقاوم بدنيا واصل ضغطه العالي استخدم دوكو عشان يوقف على الكرة اكثر ويمشي الوقت وحاول حتى يمسك كرة قد ما يقدر وكانت تبدو الامور تحت السيطرة لكن تمريرة واحدة من صلاح غيرت كل شي تمريرة استلمها ارنولد ارصرها صاروخية في الشباك هدف التعادل لحظة الهدف بيعلم فيها ارنولد انه ريهاني كلوب كان صح انا بخسر واحد او اتنين هي هي انا ما بقدر اقيد كل عيبتي عشان دوكو وانا خسران لازم اغامر لازم انا اللي اتدفع واتجرأ وربما لانه دوكو ما بيساهم دفاعيا ارنولد يستفيد هجوميا وهذا اللي حصل لحظة بتخليك تقول المباريات الكبيرة بدها مدربين شجعان وكلوب شجاع زي ما هو بيب شجاع لما يكون محتاج التعود بالنتيجة طبعا ليفربون واصل استخدام تبديلاته في حين الستي كان عم بيحترم تراجعه البدني رجع خفف الرتم حاول يرجع بالنتيجة ويتقدم في ملعبه بادر بس ما غامر سباق الدور الطويل والستي في موقف يبدو مش سيئ في السباق رغم صعوبته على الجميع وبالتالي التعادل احسن من الخسارة على الاقل الخسارة بتعطي ليفربون دافع معنوي رهيب لو انا غامرت لكن لما اتعادل معاه بتظل نفسيا وراهبتي موجودة انه السيتي المرشح الاول ايضا ليفربون كان عارف النقطة مس سيئة اليوم انا فريق كويس وانا فريق عندي نفس طويل انا ربما اصاحب اطول نفس بقدر امشي مع السيتي عندي خبرة في المنافسة معه ذهنيا وبدنيا وفنيا وصلنا للدقائق الاخيرة وهون واضح جدا ان المدربين رجعوا لورا خلاص ما ظنش يعملوه رغم الوقت بدل الضائع الطويل 8 دقائق شفنا ترك كل شيء للأفراد كان في محاولات شبه خطرة مش خطرة وحدة هون ووحدة هون فدها اللقاء بالتعادل مباراة لما تطلع عليها مرة ثانية بتقول لازم الجميع يحسد لعيبة الستي على برنار دوسيلفا اللي موجود معهم لما يصعدوا بالكرة تحت الضغط وموجود معهم بالثلث الثاني وتوصيل الكرة للثلث الثالث ثم بوصلوا معهم وبونتلقى بالهجوب لاعب انت مضطرة تواجهه في كل هجم للسيتي ثلاث مرات وفي الثلاث مواقف هو لاعب ممتاز لاعب يبدو نعمة لمانشستر سيتي وغوارديولا في المقابل لفربول عم بيستعيد اكثر واكثر صلابته في ارض الملعب مستوى فاندايك الممتاز عم بيستعيده يعني الفريق عم بيرجع لفربول اللي بنعرفه لفربول اللي قادر يدير تسعين دقيقة اللي قادر يرفع رتم حتى ضد اصعب الخصوم واللي بيستعيد ارنولد كلاعب خطير واللي بيوظف صلاحه بشكل جديد شكل تقني تكتيكي بدل ما يسجل بس بمرره وبيصنع فريقين يبدو انهم حيكونوا مع بعض في هذا السباق للنهاية ما بعرف اذا ارسنال وتوتنهام حيجاروهم ربما ارسنال يفوز اليوم وتوتنهام يفوز اليوم ما بتعرف لكن هل بيقدروا يجاروهم للجولة الثمانية والثلاثين زي ما الاثنين يا ما جاروا بعض النفس في هذا البرمير ليج رهيب ربما نشوف دوري نوصل فيه اخر ثلاثة اربع جولات وفيه اربع فرق لها امل باللقب بشي بيخلينا نعرف انه حاليا احنا منعيش عصر البرمير ليج زي ما عملت عنه فيديو بالماضي البرمير ليج جنت كرة القدم الجديدة بنوصل هون لنهاية هذا الفيديو كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله